السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدني أكون معكم مجدداً زملائي زملائي الكرام لنتابع في سلسلة All About Complete Dentures الجزء الثاني نتكلم عن عملية الفحص خارج الفموي ضمن خطوة التشخيص ووضع خطة المعالجة دعونا نبدأ بداية بدشير لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال البر كود أو من خلال الروابط لأي تواصل أو استفسار أيضاً أريد أن أؤكد على دعمكم إلي من خلال اللايك من خلال الاشتراك في القناة ومشاركة القناة على الزملاء لتعمل فائدة ننتقل الآن لفحص المريض سريرياً وعملية الفحص السريري هي تندرج ضمن قسمين قسم الأول هو Extra Oral Examination وجه الثاني تعلق بال Intra Oral Examination فيما يخص Extra Oral Examination نحن بحاجة لنعمل فحص كامل لتضمن الوجه والشفاء والعضلات والمفصل أولاً فيما يخص فحص الوجه مهم أنه نحن نحدد نمط الوجه من خلال Frontal View هنا نحن مهم أول شي نسجل لون الوجه لأنه له علاقة بتحديدنا للون الأسنان فيما بعد نسجل أيضاً لون العينين ممكن حتى لون الشعر بالنسبة للوجه كفحص للوجه أول شي يتضمنه هو Frontal View أو Face Form والفيس فورم الحقيقة بنقدر نحن نميز بشكل عام تلت أشكال بشكل أساسي الشكل البيضوي والشكل المستدق أو المثلثي والشكل السيكوير أو المربع مهم تسجيل شكل الوجه لأنه له علاقة بشكل الأسنان لازم يكون فيه نوع من الهارموني بين شكل السن وشكل الوجه ممكن أيضاً لأعتماد على تصنيف ويليامز ويليامز بيقسم الوجه لأربع نواع هو بيعتبر أنه نحن عنا البيضوي وعنا التابر أو المستدق لكن هو بيميز بين نوعين السيكوير فيس إما أنه يكون مربع بشكل كامل أو أنه يبدأ مربع ومن ثم يستدق فبيميز بين نوعين سيكوير وتابر سيكوير الأمر الثاني فيما يخص شكل الوجه هو البروفايل فيو والبروفايل فيو نحن نعتمد على تصنيف أنجل واسع على استخدام خاصاً مع خصائي التقويم يلي بيقسم البروفايل الوجه إلى ثلاث أقسام الكلاس 1 هو الطبيعي الكلاس 2 هو مرضى تراجع الفك السفلي أو بروز الفك العلوي والكلاس 3 هو مرضى البروفايل الفك السفلي أو تراجع الفك العلوي ومع مرضى الأجهزة الكاملة ننتبه أنه في حال المريض عنده مثلاً إطباق اعتيادي ما الأكلوجون راح نلاقيه أنه بيعض بالصنف الثالث مع أنه ما بيكون هذا الإطباق عنده بعهدون المرضى من اعتمد الفينجرز تيست أثناء أخذ العلاقة المركزية راح نحكي هذا الأمر لما نحكي عن تسجيلات العلاقة الإطباقية في وقته إن شاء الله معاً مهم جداً تسجيل ذلك لأنه إله علاقة مع تنضيض الأسنان وحجم الأسنان وشكله فهذا أمر مهم جداً أنه دائماً نعطيه للفني وأيضاً مهم حتى تتحدد لأنه مدى تعقيد المعالجة وتوضيحها العقباتها إلى المريض وأحياناً ما نستطيع أن نلبيه للمريض من احتياجات توقعات وما لا نستطيع الخطوة الثالثة في عملية الفحص خارج الفموية أو الإكسرا أو الإكزامينيشن هي فحص الثلث السفلي للوجه وهنا نحن نستطيع أن نحدد زيادة أو نقص البعد العمودي عند ارتداء الجهاز خصوصاً وجود البعد العمودي سفلي منخفض بيعطيني إمكانية لوضع الجهاز بشكل مرغوب لكن في حال كان عندي أساساً بعد عمودي غير كافي ومنحط دينشار فهن نحن نحتاج بعض الإجراءات قبل ما نروح باتجاه المعالجة بالكومبليت دينشار بعد ما نتهينا من فحص الوجه ننتقل للخطوة الرابعة في عملية الإكسرا أو الإكزامينيشن تتضمن فحص الشفاة توحي بوجود نقص فيتامين بي وعالج أو أن المريض عنده مثلاً كانديدا ألبيكانز فطور لعدم كفاية البعد العمودي هون البرتيكال دينشار بيكون نات إنف فكل هاي مفروض أنه نحن ننتبه لا نعالجها وهذا بيعزز حياء نجاح معالجتنا بالكومبليت دينشار لاحقاً أيضاً نفحص الليب سابورت أو الدعم الشفاة وجود تجعودات كبيرة بمعنى أنه نحن بحاجة لأنه ندعم الشفاة فمنقدر هون نحن نطلب أن يكون في سماكة أكبر للجنحة الدهليزية للجهاز الكامل في حين مثلاً لو كانت الشفاة أخذ وضع طبيعي فنحن ما نحتاج إلا لسماكة قليلة جداً على مستوى الأجنحة الباكال الكمبيت دينشار أيضاً لازم كمان نحن نسجل وضع تماس الشفاة هم ننميز بين ثلاث أصناف إما أن الشفاة السفلية خلف العلوية قليلاً أو أنه متقدمة عليها أو أنه هي خلف العلوية بشكل كبير كل هذا بيعطيه كمان فكرة للفني سماكة الأجنحة الإكريلية الباكال للكمبيت دينشار وكيف هو يعيد السابورت لوضعه الطبيعي ويعيد التماس للشكل الطبيعي بحيث مع وضع الكمبيت دينشار مع ارتداءها نحصل على بروفايل طبيعي وجميل للبيجيند الخطوة الرابعة بعملية الإكسترا أورال إكزامينيشن هي أنه نحن نفحص المسل تون أنه الحقيقة له علاقة باستقرار الكمبيت دينشار هنا أيضاً ممكن الاعتماد على تصنيف هاوس للمسل تون هو بيقسم المسل تون لثلاث أصناف الصنف الأول بيمثل نورمال تينشين ونورمال تون يعني عندي عضلات طبيعية ومقوية طبيعية للعضلات الصنف الأول هون عندي أنا توتر ومقوية عضلية طبيعية تينشين تون نورمال عندي أيضاً توضع العضلات كله طبيعي بالنسبة للمسكيشن وكل تعبير الوجه طبيعية ما عندي أي تنكس ما عندي أي تجعودات عادة هدوني بيكونوا مرضى يفقدوا أسنانهم الحديثا يعني هما الصنف الثاني بيكون عندي وظيفة العضلية الطبيعية لكن بيكون في عندي نقص قليلا في المقاوية العضلية أو في المسل تون أما الصنف الثالث فبيكون عندي هون الوظيفة والتون والمقاوية العضلية لاتنين ناصين عادة بيكون مع نقص العمودي نقص في قوى العاض بيكون عندي تجعيد كتير حول الفم والوجه في حالة نحن ممكن نستخدم بساعد الحقيقة لكن بتقوية المقاوية العضلية لكن مع الصنف الثالث قد نحتاج لأنه نحن نطلب تبريز الأجنحة من الفني الخطوة الخامسة في عملية الفحص خارج الفموي تتضمن فحص التطور العضلي ونشوف تعبير الوجه هو عضلات المضغ طبعا عضلات المضغ نحن نعرفها الماضغ الصدغية الجناحية الوحشية والأنسية وأي ضعف ممكن يؤدي لضعف أي ضعف في أحد العضلات ممكن يؤدي لضعف في عضلات أو فعالية المضغ رح يؤدي بالتالي لأجهزة غير مستقرة وهذا السبب أنه دائما نحن الوكلوجن لازم يكون بالانسية مع الكمبيت دينشلز ولازم تكون التيث أرانجد إن ذا نيوترال زون هذا كمان رح نحكي لما نحكي عن الوكلوجن ونحكي عن الارانجين في إن شاء الله محاضرات لاحقة عبر هذه السلسلة هنا ننميز بين ثلاث أصناف الصنف الأول أنه نحن عندي سيطرة عضلية كافية ممكن نستخدم الأجهزة الكاملة معها وأنه نكون دائما محريصين أنه نحن لا نتجاوز قدرة الجهاز على الدعم والتحمل خلال النسج تحته كلاس 2 هو مع المرضى يلي عندهم برافانكشن أو عندهم مثلا بروكسيزم عندهم قوة زائدة هدون لو مع الدينشلز ممكن يحصل تقرحات ويحصل تأذية للتيشز وصور ماوس بسبب استخدام الأجهزة الكاملة فلازم نسجل صنف حسب ما نشاهده من المريض مرضى بالعكس عندهم نقص تراجع كبير بالقدرة العضلية وعضلات ضعيفة ممكن هدون مرضى ما يكون عندهم قدرة على العضلات حتى أن نحن نعرف أن جزء من ثبات جهاز واستقرار يتعلق بعضلات البيشينت فإذا كانت فما رح تأدي لا استقرار للأجهزة وأيضا لن يكون هناك حتى فعالية أو قدرة كافية من قبل الجهاز على إجراء عملية المضغ أو الخطوة السادسة في عملية هي فحص المفصل للفك الصدغي أو والحقيقة أي مريض يراجعنا وعنده تاريخ مرضي من إصابات أو أعراض لأمراض بالمفصل للفك الصدغي فلازم نفحصه بعناية خاصة بما يخص فتحة الفم والحركات الفكية وتحددها ممكن نفحص المفصل من خلال الجسم الأصابع بمنطقة المفصل والمريض يفتح ببطء ويسكر فنلاحظ وجود أي أصوات نلاحظ وجود ألام ونلاحظ وجود وذمة كل هاي الأشياء ممكن توجهنا لأن المريض يعاني من إما زيادة أو نقص في البعض العمودي وما يتعلق بالمشاكل في حال وجود كليكينج لازم كمان نسجله لتجنب أن المريض يفتح لفترات طويلة وممكن حقيقة استخدام الفاليوم تميني جرام لحتى نمنع أي كومبكيشنز أثناء صناعة الكومليت دينشرز أيضا نحدد حركات الفك ونشوف أي انزياحات سواء جانبية أو بالبوتروسيف بوسيجن ونشوف نلاحظ نحنا كمان خلال العملية الفتح والغلق البطيء إذا كان في أي انزيحات إذا كان في أيضا هناك يجب أن يسجل وهذه الملاحظات ممكن فينا فيما بعد فمسلا عملية مهمة جدا عن مرضى عنده حركات جانبية ووظيفية واضحة ومواسعة لكن في حال نحنا مريض عنده تحدد في الحركات الجانبية يقوم بحركة غلق فتح فقط فبهيك حالة نحنا ممكن حقيقة نستغني عن على سبيل المثال كل هاي الأمور ضرورية أنه من البداية نكون نحنا حطينا في الاعتبار مسجلينا لأنه بتأثر مثل ما نشايفين على سواء خطوات المعالجة أو على مردودة فيما بعد متوقف نحنا اليوم إن شاء الله هون بتشكر كتير استماعكم بتتابع المحاضرة القادمة أتمنى كانت للمحاضرة مفيدة مجددا أدعوكم لدعمي من خلال اللايك خلال المشاركة والتعليق دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته